اشتركوا في القناة اللي بدأ الدراسة كل سنة وهو طيب وللسه خلاص هيبدأوا في ناس هتكمل يوم الحد دخلوا المدرسة الولايات دخلوا المدرسة تباعا يعني اتقسموا وبدأوا يدخلوا وينتظموا في الدراسة ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليهم جميعا وتكون بالنجاح عايزة اتكلم مع حضراتكم عن حاجة مهمة جدا حصلة اليومين دول اكيد حضراتكم ملاحظين اللي بيحصل على مواقع التدمير الاجتماعي انا بسميها تدمير اجتماعي لانها المفروض ان هي تكون ان احنا بنتواصل مع بعض بشكل محترم ولائق وبشكل كويس لكن هي بتستخدم اسوأ استخدام يعني لو انا طلع في دماغي اني عايزة اقول على حضرتك اي حاجة اشتم انتقد بشكل غير لائق فعادي جدا وانا قاعدة في بيتي اعمل الفيديو المعتبر واشيره وتبدأ الناس تتفرج وتشير وتلاقي فيديوهات تفهة جدا وفيها الفاظ خارجة وفيها الفاظ غير لائقة ومشي احنا المصريين اللي بنعمل كده او نتكلم بالطريقة دي تلاقيها متشافة يعني في عدد كبير معدية الملايين من المشاهدة ازاي يا جماعة احنا بنقبل بدا وازاي بنوافق بدا وازاي بنشير ده وازاي ان احنا كل ما بنتفرج وكل ما بنتابع وكل ما بنشير فاحنا بنشجع الناس اكتر بنشجع التجاوزات بنشجع ان اي حد انه هو طلع في دماغه انه يشتم اي حد او يتطاول على رمز من رموز البلد او على جيشنا او على شرطتنا او على مؤسستنا انه هو يطلع ويشتم براحته جدا ويقول وعادي هو احنا ازاي كده احنا ازاي وصلنا من للمستوى ده في الالفاظ في الطريقة في كل حاجة يعني حضراتكم اكيد متابعين كمية الفيديوهات اللي قاعدة تنزل ايه جماعة ده هو احنا ازاي مقتنعين بده هو دي مصر يعني مصر بتتحارب بجميع الطرق الحقيقة حاولوا كتير ان هم يحاربون عن طريق الدبابات والاسلحة وكده ولكن مقدروش ضربونا بالارهاب مقدروش مقدروش علينا ضربونا برضو فجروا مساجد فجروا كنايس حتى المستشفيات مرحموهاش برضو مقدروش علينا احنا شعب ربنا حميه والبلد دي ربنا حميها ربنا حميها برجالها وبمؤسستها وبقيادتها السياسية اللي فعلا بتقدم كل اللي تقدر عليه وكمان رجعتنا بعد ما كنا تأخرنا قوي 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 في الفترة من 2011 لا رجعنا تاني مصر رجعت تاخد مكانتها وسط الدول العالم وبقت تقف في الصف الاول في النص زي ما كان زمان في كل الصور اللي كانت مصر الصور الرسمية مصر كان بتقف قدام لو تفتكروا معايا فترة من الفترات كان في رئيس جه سنة كان بيقفوا وراء مش دي مصر مش دي مكانت مصر مصر دايما في الصفوف الاولى وحتفضل لان ربنا حميها ولان اهلها بيخافوا عليها وحدش يقدر يفرق بيننا كشعب وبين مؤسستنا سواء جيشنا سواء شرطتنا سواء حتى القضاء بيحاولوا كتير دلوقتي تحس ان فيه فلوس كتير تضخط فيه حاجة غلط ايه اللي بيحصل هو ايه اللي بيحصل هو احنا ليه ما بنفكرش ايه يعني انتو كل ما البلد عايزة تقوم بتدمروا بتهدوا ليه يعني انت وانت قاعد بتشرب سجارة وكبات شاي وعمل تعمل فيديو بتشتم وبتشتم وبتشتم تعالى بدل ما انت قاعد هربان برا وقاعد نروأ دماغك على الاخر تعالى عيش معانا واشتم بلدك او انتقد بلدك مش تشتم انتقد بشكل لائق جوة بلدك من جوانا هنا لكن ان احنا نبقى برا ونسافر ونهرب ونعمل فيديوهات ونشتم بالشكل ده ده غير لائق وغير مسموح احنا ارجوكم نفكر كل واحد بيقول حاجة ليه وعايز ايه من البلد دي احنا الشعب اللي عايشين فيها احنا من مصلحتنا ان بلدنا تفضل في الاستقرار ده احنا قاعدنا فترة طويلة شفنا كتير شفنا كتير شفنا كتير وحش عرفنا قيمة الامن والامان عرفنا قيمة الجيش والشرطة عرفنا قيمة حاجات كتير قوي ارجوكم ساعدوا البلد انها تكمل في النهود وانها كل واحد يشتغل وكل واحد يفكر في مصلحته ومصلحت بلده لو كل واحد فينا اشتغل واشتغل على نفسه وركز في انه يبني ما يهدش حنبقى وحنكمل وحنبقى احسن بلد بلاش نهد بلاش لما نلاقي واحد خايف على البلد بجد ننتقده بشدة ونهد ونهدم ونضمر احنا جيشنا احسن جيش في الدنيا احنا جيشنا من ولادنا رجالتنا هم الجيش وهم الشرطة وهم القضى ما جبناش حد من بره زي دول كتير بتجيب ناس من بره وتشغلهم في الجيش احنا ولادنا اللي بيحموا اردنا بيحموها بدمهم ارجوكم خليكم وعين لكل فيديو كل كلمة بتسمعوها انتقوا وفكروا وركزوا واعرفوا كل واحد بيقول حاجة ليه وغرضوا ايه نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نبدأ حلقتنا مساعد صبحية استنوا